تحية مصر بيه كنتم انتم ولاد الأبطال ولاد الأبطال ولكم فرقبتنا كل الخير والأمان والسلام في يوم سألنا أبويا وقال لي نفسك تبقى إيه؟ قلت له نفسك بقى زيك بطل بيحكوا الناس عليك علمنا أبويا معنا الشهادة معنا الرجولة معنا المطولة كل سنة ومصر طيبة كل لحظة وإحنا فيها في سلام وأمان وإحنا بنكبر أكتر وأكتر وما بننساش تضحيات رجال أبطال سابوا كل حاجة وراهم ما فكروش غير في بلدهم سابوا أطفالهم وأسرهم أما نفرق أبت كل المصريين والنهاردة وزي ما عودنا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام عودنا أنه بيحتفل بالعيد وسط أبناء الشهداء وقواتنا المصلحة كمان دايماً معاهم في كل المناسبات أنا أشكر سيادة الرئيس على الهدية الجميلة اللي بعتها لنا دايماً هو عشان سيادته فكرنا وإن شاء الله فيه التقدم إن شاء الله وربنا يعينه ويقويه محمد دلوقتي كل سنونة طيب يا ابني وزملاتك الحمد لله مش نسينك ولا سيادة الرئيس نسيك خالص الحمد لله يعني تفرح الحمد لله ويعني هو أكيد فرحون بنا الحمد لله دلوقتي يشكر سيادة الرئيس الاهتمامه دايماً بأسر الشهداء ومتابعة أحوالهم وطبعاً دي من حاجة مش جديدة على سيادته لأنه زي ما بيقوله أبو المصريين وربنا يحفظهم جميعاً من كل شر و سوء ويحفظ بلدنا ويجعل بلدنا أمن وأمان اللهم أمين يا رب العالمين نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تحوانه مع أسر شهداء مصر وأنا فخور جداً بدعو سيادته وحضور حضراتكم لنا البيت أنا رجل مسيني مقدرتش ألبية طلبات حضراتكم واجبكم في العيد يجعل مصر في أمن وأمان على القوات المسلحة على رأس الجميع حمال البلد وحمال الوطن كل سنة وأنتو طيبين وبصحة وسعادة يا رب وربنا يخليكم المصر يبارك فيكم وكل سنة ورئيسنا طيب ويقدروا على تحمل مسؤوليتنا نتشرف بحضرتك ونتشرف بالناس الحلوة دي كلها الجيش كله يعني ده شرف كبير قوي 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 نشكر كل فارد في القوات المسلحة بنشكرهم كل وجميلهم على دماغنا وربنا ينجيهم من كل شر بشكر الساد الرئيس السيسي على المجود دي بيعمل البلد ربنا يوفقه في كل خطوة يخطيها يا رب شكرا للساد الرئيس والساد الرئيس ربنا يوفقه ويباركنا فيه يا رب ويساد الخطار ويساده وطاله لأن الليها الفخر والشرف أن ساد بيسود جمهورية كرامني قبل كده في 2017 وليها طبعا الفخر والشرف أن السادته الحد النهاردة يعني وده حاجة تخليني ممتني جدا فاكر رجالته والمرة التانية بيشرفني بالتاكريم بتاعه أن هو فاكرني وفاكر كل زمائلي اللي كان لهم دور واتصوه في مطاية العمليات طبعا بشكر القيادة العامة في قوات المسلحة وصال السيد وزير الدفاع وصورا لحد أحد سجند في قوات المسلحة على الدعم المستمر وأن هما لسه فاكرين مصابة العمليات وأن هما دايما يعني بيفرحونا ويدخلوا البهج علينا وعلى أسرنا واطن المسلحة أبدا ما بتنساش أي حد من ولدها شكرا سيدة الرئيس على تعاونكم المستمر ودعمكم الدائم في الأسر مصابة وشهداء العمليات الحربية وغيرها من فئات المجتمع المختلفة ليه الشرف والفخر أني شاركت في العملية الشاملة سيناء 2018 كانت هدفها هو حماية الوطن والدفاع عن أرض مصر الحبيبة وحماية شعبها الكريم موضوع الإصابة الحمد لله ما أسرش فيها خالص بالعكس رفع من روحي المعنوية وحسيت أن أنا عملت حاجة للبلد وقدمت حاجة حتى مني معدى صح كان دايما بيقول فداها عمري كله طول ما لسه في روح مصر أغلى مصر أبأ مصر فداها الغليين بدماغهم وأروحهم ربنا حافظها ليوم الدين مصر أغلى حاجة عنه مصر ضي ونور عيني خد نصيحة قالها جدي مصر لها حق فيها إن كن دايما حماها إن لها تكون حتى مني أعمل اللي نور رضاها أبقى منها وهي مني اللي دفع عن بلاده لاجل ما تعيشه في سلام وضحها لش أنا بحياته واضربونه تعزم سلام اضربونه تعزم سلام اضربونه تعزم سلام اضربونه تعزم سلام اشتركوا في القناة